بعد أربع أيام على إغلاق صناديق الاقتراع لا تزال الولايات المتحدة والعالم بأسره يترقبان النتائج النهائية اليوم وبعد فرز عدد لا بأس به من الأصوات كانت تقدم بطيئا خلال ساعات اليوم بإعلان بعض الأرقام يمكن القول أن بايدن لا يزال بحاجة إلى بنسلفينيا كي يحسم السباق أو اثنتين من الولايات المتبقية الثلاث نتحدثون عن جورجيا نيفادا وأريزونا قد تكون طبعا بنسلفينيا الولاية مشاهدين التي ستحسم هذا السباق المحموم حتى الساعة يتسع الفارق لصالح جو بايدن بأكثر من 28 ألف صوت وذلك بعد فرز 99% من الأصوات تجدر الإشارة هنا إلى أنه قبل أربع سنوات الرئيس ترامب كان أول مرشح جمهوري يفوز ولو بها مش ضيق في هذه الولاية منذ عام 1988 يعني اليوم إذا حسمت نتائج هذه الولاية والتي بحوزتها عشرون مقعدا في المجمع الانتخابي فستقدم جائزة كبيرة لجو بايدن وتصله بشكل مباشر إلى البيت الأبيض تجدر الإشارة إلى أن تطور مهم حصل خلال الساعات الماضية قد يعطي بادرة أمل أيضا لرئيس ترامب في هذه الولاية هو قرار المحكمة العليا من معالجة البطاقات التي وصلت بعد يوم من الانتخابات على حدة أي بشكل منفصل طبعا سنراقب كيف ستتطور الأمور في هذه الولاية بينما مع مرور الوقت فرص الرئيس دونالد ترامب تتضاءل وهو بحاجة لكي يفوز بكل الولايات المتوقية بين بينسلفينيا جورجيا ونيفادا وأريزونا سنذهب قليلا إلى جورجيا مشاهدين هذه الولاية التي كانت خلال يعني اعتبارا من يوم أمس كانت جمهورية أو حمراء بايدن تقدم خلال ساعات فقط بفارق حتى الساعة 7000 أو أكثر من 7000 صوت فمع استمرار الهامش بأقل من 1% بفارق الأصوات بين الجانبين سيناريو إعادة فرز الأصوات لا يزال ما تروحا بقوة حتى الساعة في هذه الولاية المهمة جدا بالنسبة لكل المرشحين فإذا فاز جو بايدن في هذه الولاية يعني سيكون أول رئيس ديمقراطية يفوز فيها منذ 28 عاما وبالتحديد نتحدث هنا عن عام 92 سنذهب إلى نيفادا والتي بحوزاتها 6 مقاعد في المجمع الانتخابي نيفادا فيها طبعا تقدم لبايدن أكثر من 22 ألف صوت تشهد هذه الولاية تأخر في عمليات الفرز بسبب مشاكل لوجستية عدة تبعناها وفي حتى يعني دعاوة قضائية عدة تقدمت بها حملة الرئيس دونالد ترامب ولازمنا بمتابعة تحديدا لما يجري في مقاطعة كلارك والتي أحدثت هذا الفارق الكبير وتجد الإشارة إلى أن جدلا كبيرا في نيفادا نتحدث عن خروق عدة تحدثت عنها حملة ترامب إن كان بالنسبة لتوزيع بطاقات الاقتراع على كل سكان هذه الولاية أود أن أختم من أريزونا تحديدا والتي معظم يعني وسائل الإعلام حسمتها بالنسبة لجو بايدن حتى الساعة فرز 95% من هذه الولاية تقلص نسبيا الفارق مشاهدين بين المرشحين إلى 29 ألف صوت طبعا هو لصالح بايدن حتى الساعة يستبعد أن تحدث أو تحدث الأصوات المتبقية أي تغيير وتقلب الموازين في هذه الولاية ولكن جو بايدن يعتبر وقال في كلماته خلال الليلة الماضية بأنه سيكون أول من يمثل الديمقراطيين في هذه الولاية في أريزونا منذ 40 عاما يبقى أن ننتظر كيف ستتطور الأمور وخلال الساعات المقبلة كنا سنشهد إعلان رسمي في أي من الولايات المتبقية